كمالة السلام المحلة الإجابة لا 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 ما نحلت لها الحين نحلت منهم هم بس نحن نحن مخطين نحن نشوف لياقثنا يا أبو حاتم طيب إنما نقول إذا وش السؤال يا أبو حاتم إذا نام إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته على غاربه ثلاث حقد نعم متى تنحل متى تنحل هذه العقد الله يوفقهم الله يوفقهم يستهلون سمع وعادة تمام أنا والله يعني يا أدف حاتم بس أقول سمع وعلا حل حنا ما جاوبنا اللي مجاوب يكتبها في الجوال إبو صالح حنا ما جاوبنا أنتم جاوب لا 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 جاوبنا كل أبوه تكلمنا تكلمنا حيننا نتأكد أن أبو حاتم قالنا السؤال صح نعم بقي سؤال العيالي بقي سؤال بقي سؤال العيالي خلنا نعطيه أبو صالح حنا نبي نستأثر بالحديث أكثر طيب والله تطول هذه شوي طيب الجائزة عند العياري عند العياري الجائزة العياري هذا منتج عديرتي مع الظاهر وجبة هذه انتهينا منه وجائزته يوم لمن يفوز بهذه المسابقة طيب وهي ترى ما هي الدعوة على الفوز الدعوة على المشاركة لا يستهلها على المشاركة نعم اتفضل عد سؤال منتج العياري انا عندي لغز ايه ايه عندي لغز وقوي اللغز لا ايه وحلى الله يعين لا يكون بس مثل ذا اللي ما له جابة لا لا هذا له جابة ايه ايه انا نخافت السؤال صعب طيب لا له ما هو صعب لكن انا جبت لغزين قلت هذا لغز مع الحاضرة ايه ولغز مع البادية تمام لغز بادية قرصان ولا بادية لغز الحاضرة بادية جريش اقول البادية بادية جريش لا لا بادية العربان اللي يرحلوا وينزلون نعم انا ظنيت النهل لا لا مع البوادي مع البادية اللي كان ويرحلون ويزلون مم كان اللي ايام كان خلص نسوا هذا برك الله فيكم لا اخي سوالين اخي انتبه يا مشاهدين اخي يقول لك حي ينقل ميت الله حي ينقل ميت اه ولا مش يحيصاح الميت الله هذا مع العربان مع البادي هل يشدون وينزلون وتراها بشمل المملكة موجودة حين ينقل ميت ولا مشل حيصاح الميت حين ينقل ميت ولا مشل حيصاح الميت الميت ما يصيح لأن الحين يمشي حتى شينت سنة فيها الصرير وما صرير بس الوقف انت لا 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 بنعرف شوي طيب اجيب واركدها بارك الله فيكم يا المشاهدين والحاضرين يقول حين ينقل ميت ولا مشل حي صاح الميت ولا مشل حي صاح الميت لا مشل حي صاح الميت هذا اقرب معنا شي مهم موجودة في جنادرية لا لا ما هو موجود موجود لا هو يمكن الموجود بس حي ما هو موجود هذا شي مثل محالة مثل دراج خلونا للمشاهدين والجائزة عند العياري كذا نعم يا سلام بس وضح لنا يا بو صالح مين ما أقوله أبو وضح لكم هذه مرة مثل بعير شايل شي هذه مرة لا ما لك له هذه مرة ربع الشمال والروح منه الحفظ ونجلس باك الرؤوض الخضراء بالمثلث شرق مننا الكويت شمال مننا العراق وجنوب مننا غرب المملكة العربية السعودية فاك الفيضة ليتحول العقل مع صلاة الفجر يوم مننا صلاة الفجر لو الله يوم قامت تدق أنجور نجور تدق تمام أي والله هنا بالفيضة الفلانية والفيضة الثانية حنا ترى الفجر سبحان الله يروح يروح الصوت صلاة لو فيه ممكن ربيع الجو ربيع وفيه حلال واجد تمام لا أنجور يوم منها قامت تدق تدق أنجور قرب مننا وجنوب مننا وشرق مننا وشمال أي بالله لكن هذا الحل هذا بعض الحلول والله مشينا ورحنا بطريقنا واخذنا قنص نزبيت وجبناها الفقع علي قولنا الفقع وعيننا خير وهذه من حلوله لألهم يسمعون اللي حنا سمعنا طيب هذا الحين أي إلى من نحط الميت على مثل الراحلة اللي هو البعير ولا الحصان أي نعم ونزلناه في البيت في بيت الشعرة وحتى يمكن البيوت الحاضرة أي نعم وشلون يحتي هذا هذا ما لحل وله منها هذا ثاني تعرفها يا أبو حاتم أنا عارفة بس أن لكن وطرح موجود وطرح موجود مع البعادي هاي إلى الآن بالشمال يقول حي ينقل ميت ولا مش الحي صاح الميت اللغزة الأول حيني غذي ميت ولما تلحي حي الميت هذي اللي بالبادي عندكم الله يكفين أشهر ما دري يا أبو حاتم أنت عارفة وهي ترى طق الشيصان اللي يقر أنت عارفة يا أبو حاتم ها ما دري عارفة هذا يصيح يصيح سياح هذا يصيح يصرح ما بيشك يوحي يوحي هالبعيد الجار هو اللي وراء الجار مثل مثل النادي أي نادي ويجور يتقهون أنا أقول لك حن نجير النجير يعني أنا أقول لا ما لك لو بس هو مثل قال لي يقول مثل دق نجور حنا نتقه الفجر ونسمع هان جورة تدك غرب من منا وجنوب من منا بسم الله هو دوي يلق هواه ويتطبخ لا لا ما لك لا 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 بعيدا عنه وصلت تذية حاجة لي بيجيبونا المشاهدين والفوز ما شاء الله الله أنا ما أدري عنها عند العيالي هي موجودة في قوقل ولا ما موجودة لا يمكن موجودة قوقل يبني يجيبونا حالحي ما شاء الله هذي 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 فواخل زادي حيا ينقل ميت ولا مشال حي صاح الميت ما هو يا أبو عبد الله سم الله أنا والله أنا من لك ما هو يا أبو عبد العزيز حيا شف الفواكه حيا ينقل ميت شف الفواكه شلحي صاح الميت شف الفواكه وعلى منتزعي تبارك الله والله هيا بننتظر إجابات الجمهور يمكن يساعدونا حال هيته بيتيجيك بيتيجيك موجودة في قوقل موجود يمكن موجود يمكن هم أخذوهم قبل هالوقت وظنوا بحطوهم قوقل هذي موقل والهي بييجيت على طول يا سلام ونسابقون عليه وترى موجود بالشمال طره في العراق وتركيا والشام يمكن بالكويت وهكذا حي ينقل ميت ولم يشلح يصاح الميت عبد يجيك على طول معي والجائزة عند العياري هي النشام الله يربحه ويوفقه ويجزاهم خير تريدك الإجابة سام أنا والله جاني يقول مبروك كسبت هدية لكن ما حقيتنا هدية كبو صالح أنا أنا والله كان أقولها للناس بس عاد والله أني والشي هاد لغزك بس ما قدرت حبهوية ترى هوية نحن نسمعناه ونحن ننتقه ونفجر وقلنا واش هالعربان اللي حولنا هذي يعني هذي ناس النازلين ونحن ما نشوفهم نسمع بالفايضة الفلانية هناك وبالفايضة خلنا نقرب لك بشوي وبالفايضة بفياضة مربعة طيب ونحن ننتقه هوا وسمعناه الله ياضر وعطنا قصة على هذا وعلمنا ونبلي ولي حولها حولها استخرج شسمها الإجابة من هذه القصة هذه تستخرج الإجابة من هذه القصة يلا عطناها هذه مكشات أنا أقول لا عطناها وحتم فيها نذكر مرة لا لا حن نكاشتين ونسمع دق نجورة يقول هذو العربان يتقهون مثلنا بالفايضة الفلانية اللي هنا عاد الصباح ترى صوت يروح حوالي خمسة كيلو شبعة كيلو طيب ما أدري أنا جاني جواب ما أدري اسم يبيجيك جواب هو هاي لقاها الأقياد ها أبو عبد العزيز البيضة على رأسك بيض الله وجه لازمشور عزيز نعم 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 توجد بشي ما الحال يقولون الجرس الجرس في النعجة الجرس ها الخروف هذي والله أنا أم خليل لا والله من الإجابة ها من الإجابة ها أم خليل تقول الجرس الجرس لازم تاخده شسم عندي أنا عندي أنا عدة في تويتر ولي ما عندها تويتر وقاعدنا حين دق تكون علينا طيب طيب كيف تعرفوا الرعي هل يبي يبي يفوز بالجائزة خلاص هم أول واحد هم أم خليل أم عقيل أول واحد أم عقيل والله مدين أنا جايني أشوف اسم يقول أم خليل لكن أنتوا الحين اثبتوا ها صحيح الجرس بس من الرأي حيني أنق الميت الخروف اللي معلقن فيه ولا البعير معلقن فيه جرس الخروف اللي معلقن بهالجرس هذي السبون المرياع الغنم نعم هذي يقودها نعم لأنها ضاعة تلغن من رأيها من يوم أنه يقوم من مرق دهذالة ويسبع طق الجرس خمسة كيلو سبعة كيلو المرياع ويعرف أن المرياع ويعرف أن هذي يغنمها بالفائضة الفلانية وحنا سمعناه وحنا انتجاه كم عندك واجد اللي فازوا لا بنسحب من تويتر يسحبوا نعم هم تويتر موجود يعني نسحب من أول واحد يعني بينها لا الأول إذا كان الأول تويتر ما شاء الله بنجعل فيه سحب الآن سحبتنا المياه حلوة جاهز الآن المياه حلوة السؤال الثاني حق أبو حاتم ننتظر الإجابة فيه وبنسحب وطبعا نسحب عشوائي عرفت علي يعني حظك اللي من شرط الأول الله الله لأن بعض الأحيان تجي إجابات خطوة ما ندري لي عاد يعني بعض الناس يقولون فيها محابة وفيها كذا بلا محابة أمامكم طب وحاتم يشوفني وانا أختار نقول لهم إنه والله يعني حنا في غنى عن هذا تحسيش الشيء ذمه هالي ذمه نعم 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 ولأن المسابقة أصلا وانتم تراكموا منه ما في شك لا المسابقة يا بصالح ما وضعت إلا علشان نحنا نرتبط مع بعض وإلا يعني حنا في غنى عن إلا أن حنا يعني لو نحيف مع أحد أو نبي يصير لنا اكتفينا بعدم بعدم وجود مسابقة نعم لكن جزهم الله خير اللي وضعوا مسابقة هذه فهي يعني جد حدايا والمحل العياري الله يجزهم خير والعياري لو تروحون لما هي اللي أعماركم فوق الستين ما هو أو تروحان حتى لو عمرك ثلاثين ولا خمسة وعشرين تروح بمك ولا ببوك فوق الستين يبي دخلونكم مجاني يعني معناها إلى أنك كل مفايز مع العياري مع العياري نبغى نبغى بعد عيد الضحية بالروح لهم هو الجربوع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نبين نقوم لهم زيارة طيب خلوا يطلع الفائز ونبين بارك له ما يخالف قدامنا نقوم يلا فر فر أبو عبدالله أنا تودك سؤال أبو عبدالله أنا أولى مني لا حمدك هالمرة أنا عندنا سؤال حق الوقف سؤالي حق الوقف لكني يكون خفيف اللطيف أنا خفيف بالله الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فردا من الصحابة إلى اليمن هو علي رضي الله عنه حتى يبلغ دين الله عز وجل هذا في أيام الحج أيام لا قبل الحج السؤال الذي عندي أقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المدينة واحد من الصحابة حتى يبلغ دين الله يعلمهم القرآن يعلمهم القرآن يعلمهم السنة يعلمهم الإسلام أثنين أحيانا قلت لنا واحد رسل إلى اليمن واحد رسل إلى اليمن أقول واحد رسل إلى اليمن هو علي رضي الله عنه واحد أرسله للمدينة من هو هذا الصحابي الذي أرسله إلى المدينة يعلن أهل المدينة الإسلام والقرآن اسمه يبدأ بحرف الميم والصال يبدأ بحرف الميم والصال أحسن عمره 32 سنة وآخر شيء باء كان منعما في مكة وكان منعما في مكة فلما أسلم غضبوا عليه وكانت رائحة الطيب داتي من ملابسه وكانت رائحة الطيب فما قال ابن محمد فعلا وذهب إلى المدينة لأنه جاهز جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة وهو فرد واحد ما شاء الله هو أول سفير الإسلام في المدينة وأول سفير الإسلام في المدينة ومهم صاد واستشهد أيام واحد ما شاء الله وعين أقول عين أقول هذه عين وصع من هو هذا الصحابي حرف عين الذي أرسله عين أقول عين واحد أرسل الرسول واحد إلى المدينة أرسل الرسول واحد إلى المدينة واسف إلى المدينة على قوة هذه الدعوة وعلى قوة هذا الدين لقيتها يا أبو عبدالعزيز رجل ما شاء الله هذه إجابات تنزل بأمة نفس الجرس والتعليم والصلاة يعني أرس المريع المريع لا المريع ثاني حطوناها برأي والله والله إذا كثرت عليك الأمر سهل الأمر سهل فيكون فيه حل اختياري بين أكثر من شخص لا هو الحق للأول عطني أبو عبد الرحمن واش عندك من العبادات اللي يمكن أن